اشتركوا في القناة مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد إحياء التواصل بين أفراد الأسرة هو موضوعنا في هذا اللقاء شيخ محمد كان السؤال قبل الفاصل حول مسألة أسباب هذه المشكلة أو أبرز الأسباب التي ربما جعلت من هذه المشكلة ظاهرة طبعا الأسباب في أشياء كما قلنا طبيعية يعني في مراحل عمرية وقضية اختلاف الزمن عن الزمن لكن في أيضا أشياء سببت مزيدا من التعميق لبعض الأوضاع التي فيها تباعد مثلا ثورة التكنولوجيا والمعلومات في هذه يسموها قرية كونية سبحان الله يسموها قرية كونية إلكترونية ولكن التباعد بين النفوس أكبر ما يكون يعني وين التقارب صار؟ في الآلات في الأصوات في الأجهزة قرية يعني مادية لكن نفسيا في تباعد مع أنه من زمان لما مكان فيه ما في سيارات ولا طيارات ولا هواتف ولا جوالات ولا تلفزيونات ولا أجهزة كانت علاقة الناس ببعض أحسن صحيح وكانت نفوسهم أكثر استقرارا الآن مع اختراع الأجهزة الكثيرة هذه التي كما يقولون تقرب البعيد وتجعل الناس كأنهم يعيشون في قرية واحدة سهلت التواصل ولكن نتيجة في النفوس العلاقات تراجعت كانت الأسرة قديما تنشئ الولد بنسبة 70% وفي عوامل أخرى ممكن تأخذ 30% الشارع ولا اليوم حدث العكس دور الأسرة انحسر شيئا فشيئا كان الشابة والفتاة إذا حدثت له مشكلة يرجع إلى من والدي العقلاء من أسرتهم حوالي يعني المرأة البنت مثلا أمها خالتها عمتها أخت الكبيرة الآن مرجع إلى وين شريط الشريط التمرير في القناة الحقوني جوجل المنتديات ناس ما تعرفهم ما تعرفهم فصارت قضية الواقع الإنترنت وتلعب بعقليات الشباب يعني يعني أصبحت المفاهيم شيخ محمد تأخذ من غير مصادرها الصحيحة أيوة تأخذ مصادر ما مجهولة أو ما يدري عنها قد تكون مسمومة ويمكن تكون ناس يعني عندهم دين مختلف مو فقط يعني بس أوضاع مختلفة الشيء الثاني الفارق الثقافي وعجاب الجيل الجديد بتحصيله علمي طبعا من زمان طرعوا مثلا الناس من القرية الأبناء من القرية وبقي أبوه الفلاح وهو راح صار دكتور فيه فجوة الآن سبحان الله أنا أعرف الآن دكاترة دكاترة يعني أستاذ أستاذ كرسي أستاذ مشارك فل بروفيسور أبنه عنده ثانوية ما قدر يجيب حصل جامع يعني صار صحيح الآن صار فيه العكس هناك يعني أباء متعلمين وأبناء أقل تعليما الآن صار في بعض الحالات لكن الجيل اللي قبل لا طبعا كان أكثر مثلا قد يكون الأباء والأمهات عندهم أمية والأبناء والبنات عندهم شهادات عليا صحيح قضية مثلا الجيل الجديد متعلق بالتقنيات الأجهزة أكثر طيب الجيل الذي قبل يعني يعيش حياته بشكل طبيعي أكثر يعني تواصل الشخص مع الشخص وليس الشخص مع الآلة أيضا عندك قضية الثالثة إنفتاح الاجتماعي جيل الآباء المحافظين على ما نشأوا عليه والشباب الذين نشأوا في ظل إنفتاح في اختلاف يعني تقول إحدهن عن أمها مهما كانت تحبني وأحب وأحبها فلن نستطيع أن نتقابل إلا في زيارة الأقارب أو يعني على مائد الطعام وأذواقنا مختلفة حتى في التلفزيون هي تبغى تشوف أفلام كذا وأنا أبغى تشوف أفلام كذا هي برامج الحوارية أنا أبغى فيديو كليب هي تقول هذه خلاعة هذا مشهد جريء هي تقول هذا حرام الفتاة ترى إحيانا أنه يعني هذه خروج عن التقاليد وعن الدين مثلا عن الأخلاق عن الأعراف السائدة التمرد بما تنشئه الأفلام هذه تنشئ الشباب والفتيات على الجرأة على الموجود الثورة على الموجود الخروج عن المألوف نعم أيضا شيخ محمد يعني واسمح لي في ذلك يعني أيضا يدخل من ضمن هذه الأسباب يعني أمر ربما يقصر فيه الأباء كثيرا وهو عدم مراعاة اختلاف الزمان وأيضا تغير الأحوال يعني كما نشهد اليوم صحيح الأباء في الزمن السابق مثلا يعني أكثر تحكما في لا شك ويمكن مثلا الأب كان يرجع للجد مع وجود أولاد يعني مع أنه هو أب أولاد ولكنه يرجع إلى أبيه افتخاذ قرارات الآن لا طبعا فيه نوع من الاستقلالية يعني سواء كانت اختيارية ولا إجبارية نحن نبغى يعني مراعاة الشرع يعني نبغى قضية عودة بر الوالدين والإحسان للأولاد نبغى نرجع قضية يعني مثلا وبالوالدين إحسانة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قول كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني إذا الواحد معشعش فيه قضية التمرد على أبيه وأمه أو أخذ من الأفلام أو من أقرانه ولا هذا المفهوم كيف يبغى يخفض لهما جناح الذل من الرحمة الأباء اليوم يعانون أكثر في قضية تلقين أبناؤهم القناعات مثلا إقناع أبناء الأولاد بمثلا يعني ما يجب أن يكونوا عليه حتى قضية الآداب مثلا اجتماعية عندنا عام الآخر وهو الأعباء الحياتية والانشغال بلقمة العيش يعني هذه الأسباب الفجوة من أسباب التباعه نحن الآن حديثنا عن كيف نتواصل كيف نزيد التواصل بين أفراد الأسرة طيب ما هي الأسباب حتى نعالجها؟ قضية الانشغال بلقمة العيش بعض الأباء مثلا يعيش الآن عنده عمل أو ثلاثة هو يريد تلبية الحاجات المادية للأسرة في متطلبات كثيرة في فواتير ونفقات ومصروفات إلى آخره فكم سيبقى له من الوقت ليعيش مع أولاده؟ بعض الدراسات تقول أن بعض الأباء يجلس مع أبناء الصغار الدقيقتين في اليوم مع المراهقين أربع دقائق في اليوم عبيد الله الأشجعي قال كنا مع سفيان الثوري فمر ابنه سعيد مر ابنه سعيد فقال ترون هذا ما جفوته قط ما جفوته قط وربما دعاني وأنا في صلاة غير مكتوبة فأقطعها له يعني شوف الشفقة طبعا إذا أضفنا للأسباب الفارق العمر الذي ذكرناه سابقا فارق السن يعني طبعا يضيق مساحة التوافق الاجتماع والعلم والفكر بين الأباء والأبناء وهنا على الأب لتفهم طبيعة السن التي يمر بها الولد نمط التفكير ما هي الاتمامات ما هي اللغة التي يستخدمها معه مثلا الولد عليه أن يعمل على تقريب المسافة كيف أحترم أبي كيف أصون مكانة أبي كيف أتودد إلى أبي كيف أكسب ثقة أبي كيف أحسن الإنصات إليه كيف أسأل عن تجاربه أستفيد من حياته الماضية وكفاحه عبر السنين كيف أحسن أن هذا الأمر ربما يكون الأمور الطبيعية أن يحدث التفاوت بين الجيلين بسبب الفارق العمري لكن لا يعني ذلك أيضا أن يكون هذا أو أن نجعل منه مشكلة تقتضي أن لا يكون توافق بين الجيلين بسبب هذا الأمر أيها ولذلك أنا أعيد وأكد على قضية أن منتوجات الإعلام المعاصر تركز في نفوس الأولاد التمرد وطبعا هذا ما يمكن يعني كيف يبغي يجي في نفس الولد الاستفادة من خبرة أبي إذا كان لا يراه شيئا أو أنه يجب أن يثور عليه وعندنا مشكلة الآن قضية التربية بعيدا عن عين الوالدين يعني لما خرجت كثير من الأمهات للأعمال صارت ما تقضي مع ولده إلا فترة مدة قصيرة يعني الباقي للخادمة هي المربية الحقيقية إذا كان الأب مشغول أيضا تجارة أو أعمال وظائف طويلة الدوام طويل وإذا أضفنا إلى هذا قضية يعني القصور في الإيمان ضعف الإيمان عند أفراد الأسرة طبعا هذا سيزيد القضية تعقيدا والاختلاف في مستوى وسائل المعيشة وتكاليف الحياة يعني الآن صار الولد عنده كما قلنا سيارة وهاتف جوال فيزيون فيديو كمبيوتر أطباق يعني خلاص صار عنده ما يغذي فكرة وباستمرار ويقصف ذهنه وطبيعة الحال يغذيه فما يشعر بالحاجة يقول أنا عندي كفاية يعني أنا احتاج أبوي في إيش إذا أنا كل شيء يحصله بالجوجل مثلا إيش أبغى أبوي في إيش إيش أبغى أعودية ترجمة نانسي قنقر